السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناة هو كان فو مرحبا بكم من المغرب جزائر تونس كعال الدولة العربية مرحبوا الف مرحبة مرحبا بقى عن الناس شرفاء الاحرار اللي كيفكرهم زيان اللي عندهم العقل اللي عندهم المنطق وتي تي نقشونا في القناة ومرحبا بالانتقادات باي حاجة ما عنده تشهم مشكل غير يكون احترام لان الانسان من يكي قل الاحترام كي يبين على ان ما عندهش الوعي وما ربيش مزيان وصراحة الاغلبية دي لما دي الناس كان بلوكيه. الموضوع اليوم كي ما شوف العنوان غادي ننضرو على ردة الفعل الجزائرية عاقب فتح اه قنصلية دي القامبيا في الصحراء المغربية. يعني كيفاش الرئيس الجزائري وجه واحد البالاغ وضرف هذا الموضوع ده. غادي ننضرو ايضا على بسفت الحوايج اللي كتجمع عن مغرب و جزائر. بغيت ننشير واحد نقطة مهمة. انا فاش كننضرو على شي موضوع. انا ماشي باش كنديل الفتنة. الان دا يا راسك كي ما تنقول مصخ. وفمتي انني كنبغين دي الفتنة. هذيك حاش اخر. انا كننضرو بالمنطق. وما انا انتقد الفيديو الاخر اللي دي اضرت فيه على الطياران وتسليحه. السباق التسليحة انا اضرت على الدولتين. وانتقد الدولتين انهم كي تسابقوا باش يتسلحوا على حساب تنمية البشرية دي لالشعوب ديال. وانا شكل المسايفي الاكبر هما روسيا وامريكا. وانا مشكل صحراء. مشكل مفتعل. ودبا غادي نحضروا على هذا الموضوع ديال التدخل الجزائري في الشؤون الدخلية للمغرب. اه انتم ما كتو عارفين بان اه الرئيس الجزائري عبد المجيد فاش طلع. ادر واحد صريح وقال بان انا احنا يا اول خاطأ بعد ديبلوماسي هو انه اه كان مهم كان نعضروا لانه ما عندهش تجربة يمكن ديبلوماسية او سياسية اه بهذا المنصب الكبير ولكن ممكنش انتها تكون عندك جارة اه شقيقة لعندها نفس اللغة وعندها نفس التين وكنا تقريبا عائلة واحدة وتقتلها ذلك التصاريح بعد ذلك الطريقة. اول خاطأ ديبلوماسي هو انك كتقول احنا كندعموا القضية الصحراوية وكندعموا القضية الفلسطينية. بعد القضية هذه فاش قلتها يعني بحل انت ساويتي بالمغرب واسرائيل. وغادين هنا من هذا المنطلق قد نجاوب على هذا الناس اللي يقولوا باننا احنا المغربة صحيينة حاشا واش نكونوا صحيين. احنا مغربة فينا مسلمين وفينا واحد النسبة دي المغربة اه اه ليهما اقلية يهود كما مثلا المصريين فيهم مسلمين اغلبية واحد نسبة فيهم الاقباط يعني ما عندنا التعليق باننا نكون احنا صحيونيين. ولجي ندروا هذه المقاربة المغلوطة حتى احنا يا المغربة نقدروا نقول انتم جزائريين تنتم راساء هاينا. لان راس انتم كان عندكم 130 الف يهودي اللي من انخذتوا الاستقلال جريتوا عليهم والاغلبية ديالهم مشى الفرنسا وشراله في مشاة الاسرائيل. يعني ما بقاش نتروا هذا ما نحبطوش في النفو ما نحبطوش الانحيطات ديال الافكار. لان كان يشي ناس مثلا اصحاب العقول كما تقولوا ضعيفة كي يختم ساكنة ذوك الافكار من شي واحد درش يتصويرها في الفيسبوك وشي حاجة وكي يتصحبوه هدك هي مرجع. فمثلا انني لقى واحد جزائري يقول لك بانه الجزائر سعمرات المغرب في حرب الرمال. هذي رأى قيمة قيمة غياب الوعي. وقيمة عدم البحث على المعلومة وعدم البحث على المراجع. المهم. فتصريح الثاني دياله قال لك بانه الجزائر عندها تخلي العلاقة دياله مع الجارة المغرب وما غتتدخلش في الشؤون الداخلي ديال المغرب او ديالشي دول اخرى. اه اه وغتتحتارم اه القاضية انا كينه في الامم المتحدة. مزيان. بعد تدخل اللي قدرتي دياله einige شنو ماليتو انك تستخل ثلاثة سمانة تعدى في جزائر القامور تقول وتدارى جزائر القامور وعلاج حلات القنصرية ديالة ماء وهذا تعديس اه زيما هذه المنطقة مازال ما تصفاش فيها الاستعمار. وش تستدرع عليها اين استعمار كستدر. ما فهميش. كدبني يقول استعمار ونحن المغرب من الصعامرين الصحراء ياليد الحساب تنتمار الصعامرين الصحراء الشرقية اللي هي أصلا دي المغرب تخرجوا مننا يالله نحن ندروا تقرير المصير ثم ونخرجوا من ثم ولكن تنتموا خلوا إعطاءوا القبائل التام يدروا تقرير المصير عالش مستنتوج كتالونيا أن تقرر المصير دياله مزيان دبق هنا تضرب الخطابات للرئيس الدولة الجزائر ومع كل احترام الأشقاء الجزائر أنا كنحترم الجزائريين الأحرار اللي كيفكرو ماشي ماشي اللي كيدافعو ماشي كما تقوله العياشة دي الجنرالات حد آخر مرة في الفيديو انتقت أنه ما قديش نقدر ننتقد الشعب الجزائري كامل لأن الأغلبية دياله عارف بأن الجنرالات كي يحكموا بتوهم الشعب بواحد القضية اللي اسميها القضية فلسطينية والقضية الصحراوية بشو ما يبقى وشدين للحكم وما يبقى يخسرون ملاير أعطيت الحاد الميزانية الدولة دي الجزائر كتمشي لها دوك المرتديقة اللي كانت ما يقال قباد يروب بوليزاريو مساعدات الأسلحة مساعدات في التنقل كيدرون لهم طيارات خاصة الرشاوة اللي كتعطي للدول الفقيرة بش يدعموهم ويتعرفوا بالدولة الوهمية اللي بغاوا يخلقوها وش ممكن أنك تخلق الدولة في واحد المنطقة اللي ما عنداش قاع فرصة أنها تنجح شوفوا غير موريطانية كيف هي دولة ضعيفة علاش لأن فرنسا هي قطعة من المغرب إذا قدرت دولة وهمية دولة صغيرة في ذلك المنطقة ستأثر على الأمن القومي دي الجزائر ودي المغرب لأن الدولة تحل فيهم أماما مئتين ألف، ثلثمائة ألف، ربعمائة ألف، مليون تلبعشر، خمسمائة ألف ستدرنا بحلقة أعطار صغيرة أماماية سيأتي لك شيء معسكر دي الأمريكا ومعسكر دي فرنسا دي الإسبانية وأصلا أنتم مدخلين الأمم المتحدة في البلد ديلكم اللي وخاية كانت ديال مغربة لكي نقول الله يسامح هذه السحراء الشرقية نحن نظر على السحراء الغربية حيث السحراء الشرقية كان الحسن الثاني كان ممكن أن يأخذها من عند فرنسا اللي أعطيتها له وقال له خد السحراء الشرقية ديالك وخد الحياد وما تدعمش للجزائر وما بغاش وقدر مع بالفرحات وقال له من بعد من نقطة الاستقلال وقال له من الضرف الطاولة وقال له بالفرحات موما الجزائر قال لك سيفتات بالاغ وقال لك شديد لهجة لغامبيا وعلى هجة أنك تدخلي والدائرة القنصرية ديالك في واحد البلاصة اللي هي هي مسعمرة يعني ما فهمت واحد اللي قائتك تقول ما غادش ندخله والقضية عند الأمم المتحدة يخلي ذلك ساعة البوليزاريو يمشي ويدعيه يمشي وصفتوا رسالة الأمم المتحدة كيف مدروا مؤخرا وقال لك بأن ذلك الرالي ديال موناكو داكار مخصوش يدوز من ذلك المناطق رام تكون الأمم المتحدة هلاش أنت كتدخل؟ هلاش كتدير الفتنة؟ هلاش كتدير الفتنة؟ لكي تبقوا حاكمين لكي تبقوا حاكمين هذا هو المراد لكم أنا كنت متأكد وكنت عاربة أنه منين سيأتي الرئيس الجديد مفترق الطرق هو أنه إلا قبل اليد اللي تمدلت له من المغرب من الملك المغرب وقبل المفاوضات ويحل المشكلة للصحراء هلاش كنت متأكد أن الجنرالات لا تبقوا حاكمين ولكن منين خرج بالصريحة السبيانية لما تحترم للجارة للدين للغة للتاريخ اللي بلاتنا لابن بلا اللي كان سقبلوا محمد الخامس وجابلوا الرائي دي الجزائر وفرنسا لا تقرباء لا لذيك الاستقبال لا الفلوس اللي كانوا ياخدوا في وجدة كيجمعوهم الجبه التحرير دي الجزائر لا الناس اللي كانوا يسكنوا في وجدة جزائرين يسكنوا في وجدة ويدوروا عمليات ضد الفرنسيين ويرجوا يتخبّو كما هو الحال مع الجارة تونس كانت تدعمكم من الأراضي لكن تقدروا العمليات لكي تحرروا الجزائر هذا الشيء كامل سننكره وسننجيه وسننضره على واحد دولة وهمية لأن لذيك الناس اللي كان يتم أغلبية دي لهم راكلهم مغاربة وعندهم واحدة الأقلية اللي حكمهم والتي تستغلهم والتي تستغلهم والتي تستغلهم على ظهر الشعب المغربي وعلى ظهر الشعب الجزائري لأن ذكي فلوس الجزائريين يمشون لتمويل واحدة دولة وهمية لأن ذكي سلح كامل لعند البوليداريون دي الجزائر ودي الجزائريين ومني تقول بأن القضية عند الأمم المتحدة ويجعلون ويجعلون لأن في اولا قلت نحن نحترم الهياد في القضية وقضية تقرر المعصير ونحن ندعم مرحبا وقلت أن القضية الأمم المتحدة يجعلون تساعد الممتحدة ويجعلون المتحدة لأن أردت لأن كانت مشكلة في الحراك ومشكلة في القبائل وكي تقتلون يقول لك احنا ما سيقن لكم الخبار كيفاش اخويا انت ما سيقن لنا الخبار انتم المغرب ما عارفناك وانتنا نراقبوا الحدود دينا ايو واشكولي دينا دك الدرسة في الحدود دينا ايو كولي تساعد ذلك المرتزقة انهم يدروا عمليات ارهابية وانهم يدروا الفوضى بالمغرب ومريطانيا والجزائر وانا الجزائر لك الدعمه يعني مش قلش يقول يارا ما نشوفوكم لان ذلك الدرسة مكينة لان ذلك الدرسة مكينة لان اه الجنرالات انا كان نقول ما كان نعطاك الشعب ديال الجزائر شعب جزائر فقراصي ماشي كلهم كان واحد كما تقول العياشة ديالكم واحدهم تماما ولكن الاغلبية شعب جزائر عارف بان المطلحة دياله ماشي في الحرب ماشي في خسلاق نزاعات وهمية لانك بغي تدير واحد دولة اللي غادي تكون فاشلة ودولة ضعيفة جدا الى قدرة الديره لان المغرب ما غاديش يتنازل للصحرة دياله والمغرب بعرف بانه مشكل ما عندوش مع البوليزاريو مشكل عندو مع جزائر لان الجزائر حدد الدعم دياله على البوليزاريو بزاف ديال الدول الافريقية غادي يحيدوا الاعتراف لانه مع تعرفين بالبوليزاريو غير بشيرادة والجزائر وانتو معرفين بان من دولة كتبغيت قبل تساندك في شي حاجة راكي يكون مقابل مادي ضروري جزائر كتعطي فلوس وتروات شعب لدى الناس هدوه لا يشجي كامل الواحد القاضية اللي اصلا هي ما غاديش ما غاديش ما غاديش ما غاديش تنجح انك تختعلق واحد دولة دولة فاتك البلاسات دياله لا يمكنش لا يمكن لان المغرب مغاديش يتنازل للصحرة دياله لانه شي كامل اللي يخسر المغرب في التنبيه البشرية ديال المدن صحراوية را ما غاديش يجي ويخليهم البوليزاريو ويطلع الفوق والمغرب وخدت خان فهذه الفترة وخا اه تعرضت علي انه ياخد الصحراق الشرقية اللي فياتين دوفو بشار اللي كدبها حطين فيها دبنتم والصديقات مماية تعرضت علي انه ياخد قبل ما الجزائر تاخد الاستقلال دياله وكل حسنتين يرفض ودر مع بالفرحات بالفرحات قال له وشوف قال له مني سلي ناخدوا الاستقلال ديالنا تعاونونا اه منيك نقول نعاونوكم را ما شي احنا ليستقل لنا وانتما بقيتوا وقالسين را انتما لادرتوا كل شي ولكن احنا دعمناكم ماديان ومعنويان وسياسيان وفقاع المحافل را كانت كتجمع وقلب ولاد المعلومين لما كتشتر فينا كتجمع كتر من مليون فرنك في الشرق ديال المغرب في النواحي ديال وجدة كانت كتجمع جبهة ديال تحرير ما كتجمع المخزن اللي كتعيرون دم المقصل كتجمع جبهة تحرير باش ديال مقاومة في الجزائر ويجي واحد في الاخر يقول لك المغرب خان ناف حرب الريمال هذا ليس حرب را كانت كنت حرب مقاومة على مغرب التي تزار دخول الجزائر لانه في الجزائر لا كانت عنده سلاح. وتلت من فيها يقول لك جزائر ليس كانت من استمرها المغرب حارم الرمال لو لا تدخل بأفريقي ومن عندما يتم استمرها أصلا الجنود الجزائر كانت تنقلك في طيارات مدني ويقالي ليون تتحدث عن المغرب اللي كان يريد أن يريد صحراء الشرقية لجزائر قلبي عليه من رجل في السقب الحضراء يخلوا تكونوا في هذه القضيات أريك أن تفاهم معافية وحدنا، أن تقوم بمشكل وحدي الماضي من المشكل لنقوم بسحراء الغربية وإذا كنت نجد في سحراء الغربية أصحبي، ونجد أن تقول براسك بأن هذه القضية لديكم من الأمم المتحدة أو أجهد الأمم المتحدة تكمل المجرة هي نحن قدرنا مثلا تشتجاوز خلي الأمم المتحدة لتدير المجرى ديها لانت ما تتدخلش في تدرها ما عندك علش تتدر مع جزر القامر ولا غامبيا ولا شي دولة أخرى غادي تدير القنصرية ديها لاتمه ولا السفارة ديها لاتمه هادك شأن داخلي مغربي وشأن داخلي ديها لغامبيا أو شأن داخلي ديها جزر القامر لجزائر ميش الأمم المتحدة باش تدخل في القضية دي والنقطة المهمة لمستفدين من الجنرالات هي القضية الفلسطينية أعطيونا أخوتي شي حاجة دارتها الجزائر مؤخرا لصالح القضية الفلسطينية نحن نفترضه جدلا أن المغرب من الدول اللي ما كتعاونش الفلسطينيين وخا كين مساعدات ولكن ما شي مباشرة وبني كتكون شي حاجة كين البالغ الرسمي دي المملكة كين خرجوا كين الدد كسائل العرب كم تفعلوا مثلا؟ تصفتوا السلاح وتصفتوا الطائرات تجدوا مثلا الفلسطينيين وتضعهم فتين دوف وتضعهم فلوس وتمرنهم عسكريين وتخلطوا الفلوس في الآخرى أنهم يعترفون ونفعلوا الدولة لهم منين إسرائيل أو أمريكا منين قررت أن تأخذ القنصرية وتضعها في القدس منتي الأبي في القدس لماذا لا تصفتوا الطائرات أو الدبابات أو الجيش يحرر هذا القدس؟ لا تقلقوا تكتبوا على الناس ثم تستغلين الدلقات في التحرير لأنها تلعب الأحاسيس المواطنة وتجعلكم شدين الحكم فقط لا غير وأكبر دليل هو المزالة في الآخر الانتخابات للدارس وتشوفوا الأزمة التي في الحكومة الجديدة عبد المجيد وتعرفوا أن عبد المجيد ليس قلة احترام مني الشخص أو الرئيس الجزائر ولكن لا نستطيع أن نقول اسمي الأخرى حيث نحن يتخسر الغذرة لا نستطيع أن نقولها يعني احترام من الذي تكسيد وإحترام الناس الذين يتفرجون من المغاربة لا نستطيع أن نقول اسمه يعني هذا تدخل سافر و سيخلق غير الفتنة بين الشعوب وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا بأن المغرب والجزائر لا يستطيع أن يكون لديهم هذه الدرسة اسمه ميتابوليزاريو لا يستطيع أن يتقدم و لماذا لا يستطيع أن يتقدم لأن لحد الساعة المغرب لا يزال في البلاغته وأخذ الحيطة والحضر لا تريد أن يجرح الجارة الجزائرية وتطلب من الجارة الجزائرية أن تقلص في المفاوضات في الممتحدة بشحل المشكل لأن هذه المشكلة لا تتحلش بين المغرب أو بين طرف آخر يتحل بين المغرب وبالجزائر لأن الجزائر كما تقولون هو المساند الرسمي والواحد ماديا ومعناويا وسياسيا وبالرشا وبالبليارات من الجزائر يعني من أن يتحفل هذه المساعدات للقضية هذه الوهمية سيجد حل ومن أن يتحفل الحل لا يكون هناك مشكلة في المغرب وبالجزائر ونرى ونرى هناك مغربة لم يكن هناك شيء مغربي يعني بعقله تقول لك أننا المغربة عايشين مزيان ومعناك الفساد هناك الفساد فيما مشيت هناك الفساد فيما مشيت نعطيكم مثال من المواطن الصغير تلفق كل شيء كل شيء كفست لأننا نقولون المال السيب لأنه كان بزافة المشاكل في المغرب وما نظن أن الجزائر سيحسن منا لكن ما تقولون رويوي لما يتحفل الحكومات يخسروا الملايير على التسليح ومحد الحكومات يتبذوا بناتهم على قضية وهمية ومعنا نزيد الكتاب لأن الفلوز لنا يتحفل في الأخوة الخاوية هذا 53 فرنسا لم يتحفل في مكناس لم يتحفل؟ لم يتحفل في سبيل القضية الجزائرية نظم مغربة ومعهم جزائري كانوا تقريباً السلف جزائري ساكن في مكناس نظم يتدهروا ضد المستعمر وداروا بزاف الأعمال كما تقولون وقتلوا 53 مستعمر فرنسي لماذا؟ لأن المغرب ذلك ساعة كانوا أخذ الاستقلال ولكن كانوا الموظفي الفرنسيين لم يتحفلوا شدين الخدمات للإدارات بما من المغرب يشد الخدمة من عندهم هذه المرحلة الانتقالية كما تقول يأتي واحد يقول لك المغربة مداروال والجزائريين لأن الإعلام جنرالات فرنسا جنرالات فرنسا لكي يحكمكم وهمكم بشي ملاحيم تاريخية والناس يسحبون بأن في حرب الرمال رأى الجزائر خذت المغرب كامل من نص الفوقاني كامل دخلت لي والغارب في الأمر هو أن بنبلا في صريحة ذي هالو تقول بأن الجزائر ما كانت جازة لا في سلاح لا في أي حاجة ما كانت جازة يعني كيف يعقل أن دولة ما كانت جازة ستستعملوا حد دولة اللي عندها الطائرات وعندها العساد وعندها السلاح وكن نكرر بأن في حرب الرمال رأى المغرب ما بغاش يكتازح الجزائر المغرب خذ المناطق اللي كانت تبع عليه قبل ما يسمى بالسحراء الشرقية اللي دلوا عامرة خاوية في هالجزائر ذلك الشي اللي شبقى بقوا الجنرال أتمنى ذلك حرب الرمال ما تسرطط ليهمش أنهم مخسروا ذلك الخسارة وبقوا يتبعوا سلاح والمغرب عدتني يشري سلاح وجزائر شري سلاح وتنمية بشرية لر لر ونسيتوا أن قبل إستقل الجزائر السافير ديال المغرب في فرنسا كان سدعية للمغرب احتجاجا على ذلك الشي اللوقع على ابن بيلا في اختطاف الطائرة هذا شيء كامل ما تعرفوه بزاف الجزائرين لأن العلم دياله مكيبوري ومش هد القادية هذه وأن المغرب كان دار معاهدة من إختل إستقلال دياله وكان دار مع فرنسا بأنه ما يتدخل في أي حاجة تضر فرنسا وفرنسا ما يتدخل في أي حاجة تضر المغرب ومع ذلك انتهى ذلك الاتفاق اللي دايره مع فرنسا باش يدعام القادية الجزائرية والقواعد العسكرية اللي كانت في المغرب واللي كانت مؤسسها حركة تحرير ديال الجزائر اللي كانت في الناظر في الخميسات في العلايش في الساحل الغربي فوج دابوبكر برقوينت تندرارا فوج بوعرفة هاد البلايس كاملين كانوا مناطق ديال تدريب ديال الناس هدو باش كمشوا يدروا العمليات الفرنسيين باش يأخذوا الاستقلال دياله واش هده مش دعم واش المملكة المغربية لازم ما مكانش كتشوف هادشي ونقول لكم المقالة الشايرة ديال الحسن ثاني كلما تمكننا من تهريب الاسلحة فعلنا ذلك لكن تحميلهم في شاحنا تحت انف السلطة الفرنسية كان بمتابة استفزاز لم يكن الفرنسيون على علم بان هناك مساعدات كبيرة جاءت من جميع انحاء منطقة وجدة حتى تلفيقك لجزائريين ويجي واحد يلا يلا شافت صويرة فيسبوك ديالشي خبر اه من الملاحم تاريخية ديالجنرالات ديالفرنسا ويقول لك الجزائر كانوا المغرب ما كانش يعاون جزائر ونزيدكم كانوا بعض الاسلحة اللي كانت فرنسا اعطاتها المغرب كانوا مغاربة دوزوها للجزائريين باش يحاربهم يعني بنفس الاسلحة ديالفرنسا كانت تحارب وكانت المغرب كان كيشري كيدير صفاقات عسكرية مع الاتحاد السوفيتي سابقا ومع بلغاريا باش كيشري اسلحة اللي من بعد كيدووزها الجارة العسكريين اللي كانوا في وجدة وفي المناطق الشرقية ديال المغرب اللي كانوا كيديرون انتلاقات باش يقاومون المستعمير الفرنسي في الجزائر الضرج ان فرنسا حضرات المغرب من الميور الشوعي الجزائريين اللي كان انا دا كل باقي لحد الساعة لان اقص كثرة واحد الحاجة بكين بين المغرب والجزائر من غير المعركة تسلح وقضية صحراء اراكين واحد معركة ايديولوجية لان الجزائريين كيتبعوا الشيوعية كيتبعوا اي تحت سوفيتي لسميته دابا روسيا بنفس التفكير المغرب رأسمالي يعني هنا كيكون واحد مشكل ديال ايديولوجيات وانذا كان قال ميشيل دي بري حول هذا الموضوع دي المساعدة المغرب الجزائر قالك ستؤكد على المسؤولية الجد التي تتحملها الحكومة المغربية من خلال جعلها شركة للدول الشيوعية التي لها كل الاتيمن برؤية اطالة امد الحرب الجزائر والخطر الذي يدور ان المغرب نفسه سوف يتلوث في يومي من الايام بالتأثير السوفيتي الذي تمارسه التورج الجزائرية وكان عنده الصح لانه من بعد مساعدة المغرب الجزائري وكما سعدات وتونس وكما سعدات ميصر الدول اخرى الجزائر ادارت الضهر للمغرب واول خيانة الجزائر للمغرب هي عدم اتفاق او عدم تفاوض على السحراء الشرقية لن نظر على السحراء الغربية ونظر على السحراء الشرقية التي غير فوتت مؤخرا من طرف الفراسة للجزائر يعني عند الجزائر نصنع المغرب الكبير ومع ذلك للمغرب كان ماشي مشكلة نحلو المشكلة للسحراء ونزيدو القدام ولكن مع الاتي كامل يخرجوا بعد الدوب الالكتروني تبدأ يخلقوا الفتنق ويزيد الرئيسي للدولة دولة عندها وزنها في افريقيا دولة جارة لا يوجد فرق بناتنا قدرت معي تونسي ولكن لا يفهمك لا يوجد حواج قدرت معي تونسي جزائري وقال لي لم تفهمك والدليل هو أن أغلب الناس التي تفرجوا في هذه القناة تموارها من جزائر وكيف يفهموا لي أنا كنت أضرب الدرجة وكيف يفهموني مزيان وكيف يجاوبوني في التعالق وكيف يفهموا نحن قريبا نرى بشكل دولة وحدة لماذا سنخسروا كما تقولون على واحد الدولة لا يوجد شيء مستقبال العربون بينها ومشحلوا ومشحلوا في تين دوف كون غير يتغلوا وغير فادوا الناس الذين كانوا في مخيئة مثلما يبقوا فيها نار على نار بالنسبة للمساعدات المادية التي كانوا يخطرون جزائريين يحاربون ويقاومون الاستعمار الفرنسي كانت الأموال التي جمعتها جبت تحريل الوطني في المغرب تأتي بشكل أساسي من فرض الضرائب على الجزائريين الذين يقيمون في هذه المناطق فيما يتعلق بالمساعدات المغربية فإنه ينتج بشكل رئيسي عن تبرعات من القصر ومساهمات الحفلات والتبرعات الخاصة وتكامل تقدر بعشرات الملايين شهريا أما بالنسبة إلى مسلم الجزائري الفرنسيين المقيمين في المغرب في تعيين عليهم دفع ضريبة مفروضة على أجورهم والتي يمكن أن تصل إلى 30% لأنهم من الأغنياء يعني تكامل ما قلت لكم لا تسمى مساعدة للإخوان بشيء يخدوا الاستقلال لديهم نزيدكم على هذه كامل تجنيد بالإضافة إلى ذلك يساعد المغرب أيضا من خلال تجنيد متطوعين تستفيد جبهة الحرير الوطني في هذا المجام من مساعدة الحزب السياسية ولسيما من الاستقلال حزب الاستقلال الذي يصير على إشراك المتطوعين المغاربة والذي يوفر وكلاء التجنيد والمنضامين إسا المتطوعين إلى الجزائر ولكن شاءت الأقدر أن الجارة أو الخوط اللي كناك نعاونوهم واللي عاونوناتهم وعاونناهم كتنقالب علينا اليوم وكتعاون إنفصاليين أنهم قال لك يحيدوا الاستعمار هاد الكلمة اللي كتقول دي الاستعمار را كتعني بزائف الحواج كتعني بأنك يا إما ما عرفت التاريخ يا إما عرفت التاريخ وما زال كتتترسخ واحد الخيان عظمى ذي الواحد جارة إسلامية اللي كتخون جارتها أو أنك ما بغتيش للجزائر الاستقرار لأنك بدعم ديلك القضية الوهمية ما كتدعمش الاستقرار في منطقة باتاتاً مع العلم أن المنطقة ديلك فيها العافية وانت ما مصوقش كما تقوله ليبيا منذ ست سنوات وكان المغرب يدخل بشي حل النزاع السياسيان ودردك حكومة الوفاق والجزائر معندها تشي ضرفها مع العلم أن الجزائر هي الأولى المعنية بالأمر ومعنية بحفظ الأمن القومي ديالها ومع ذلك لم تتدخل منذ ست سنوات والمرتزقة من أنحاء العالم من تشاد من مالي من سودان من أنحاء العالم يأتي ويحاربوا في البلد الليبية تشاد ومالي انتو مالك الدفع للقضية الفلسطينية هاي تشاد ومالي حد الساعة راهم خدامين يتبعون مع إسرائيل وإسرائيل قريباً وأنا كنت أقول لكم مددراً قريباً سيضع لكم معسكر في البلدين لكي تضغط وكي تراقب الأوضاع في ليبيا تشاد ومالي وإيتيوبيا تعتبرهم خوت مع إسرائيل وفي نوع الدول الإفريقي ديال الجزائر حاضين غير المشكلة في الصحراء مع المغرب وكتنساهم المشاكل اللي يحيطوا بكم والمشكلة للمغرب هو أنه غادي بسياسة الاعتدال لأنه عنده مصالح اقتصادية ما كيبغيش يدخل في حروب ما كيبغيش يدخل في نزاعات مسلحة لكن هذا خطأ كبير كما تشوفوا كيف الشركيا تدفع للأمن القومي ديالها بعيداً كيفاش ميصر تدفع للأمن القومي ديالها بعيداً ما تعتبروش بأن تدخل المصر في ليبي غير خضرة فوق طعام غير التسارة منه او مدفوع من طرف اسرائيل او امريكا التدخل المصري في ليبي عنده هدف واحد ورقضاء للاخوان اللي بغان يديروا الدولة دياله في ليبيا هو تحارب تأمن تدافع للأمن القومي دياله بعيداً والجزائر متخلق مرتزقة البلد ديالها ومتخلق دول او قوة ديالدول اخرى للأمم المتحدة للبلد دياله الارض دياله يعني هذي هذي هي قيمة تناقض انك تكونت الدولة الواحدة اللي ما عندك فيها تدخل عزكري انتم ماشي بحال مغرب وماشي بحال قاعدة وكتدخله فيها مرتزقة وعنده مسلاح وكتسلحوهم وكتدعموهم وكتدخله ايضاً كين جمعيات اسبانية كين امم المتحدة كين قوة لحفظ الامن وماشي ذلك شيء مدخلين في البلد ديالك وماذا هو قيمة تناقض وهذه اللي كتبين بان القضية ديال الدفاع على صحراوة او الدفاع على الفلسطينيين الا اه بطاقة باش خلي الحكم ديال جينرالي يسامر سمحوا لي اطوت عليكم في الفيديو ولكن هذا البلد استفزني بزاف لانه المغرب كيمدليد دياله والجينرالات ديال الجزائر او من يحكم الجزائر حتى هذه القضية من نظر الجينرالات كنستفز بزاف ناس في الجزائر انا احترم اي جزائري عرف المستقبل دياله وعرف بانه البلال وحدة ديال جزائر والمغرب وطنس وليبيا ربما كانت شي حاجة غير غسل الدك على سميته والذي يعتبر بانني انا كنطالب فتح الحدود ضعف من المغرب او من سميته فهو غاط لانه إلا جينا نقارن المغرب والجزائر بلا ما نقول لكم ماذا كان كلنا لدينا الفساد وكل سميته ولكن في الناحية الاقتصادية والمعيشية نظرة للتراوات اللي عندنا ونظرة للتراوات اللي عندكم انتوما احنا رأى صعبة باخير بالنسبة للغابوغ في سميته عايشين كم تقولون ولكن الانقصنا السباق في التسلح دي الجاراتين بجوج وحيدنا المشكلة للصحراء وتفاهمنا بحل اخوان ونسينا علينا المشاكل ديالتاريخ وديالتحالي وديال يقدر يكون شئ سوء فهم بين هادو وهادو وذيك المغالطات وذيك الملاحم التاريخية لتصنعات غير غير في الاعلام ونرجع للواقع ونعرفوا التاريخ ديالنا بالتبت نوقع فيه ونشوفوا وشكل تخلق المشكلة وشكل ما خلقش المشكلة لحد الآن المغرب ما بغاش يدخل في شؤون المغرية الجزائرية لانه عارو ما بغاش يدير نزاعات عسكرية لحد الآن المغرب من يجيش رائع جديدة او حكومة جديدة ينوي الخير كما تقولون ويقلون اجينا نفهمه ونحلو المشاكل ديالنا ونفتح الحدود ونتعاونه اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ونزيد القدام لكن ديما جانب الاخر ديما كل مستفض المغارية بوليزاريو بيخد Raise zadar الحربي ودخلوا المغرب ودخلوا الحرب بيدخلوا والمه ganze تغياب بالمجلة هذا شأنهم إنهم لكلام لا ت・・ في الدخل العسكرية لديها لنهم لا تُضغطوا بالدا sum على إفريقية انه يعترفوا بدولة ما كيناش لا توجد ومن الاخوان اسمحوا لي لا نسيتش نقطة اه فكروني في تعاليق اي تعاليق في تخصى الاضراء او قلة الترابي كما تقولوا غدني بلوكي مولا وغدني مسحه وما كنقرأه مش اصلا كاينت كنشوف في اللواب ديك تخصى الاضراء ما كنقراش يعني اليك تبغيت تتوصل لي فكرة نقشني باحترام لانني كن اضراء معك ونعطيك تاريخ يعني ما كنزيد فيه ما كننقص فيه ما كننجيله من جيتها كلام جيتها نضرب الواقع من يك تكون شي حاجة معقولة لكن قوله النهار هضرت على الفيديو ديال سباق التسلح رنتقت البلدين بجوج ومع ذلك الناس قال لك تقدر الفتنة انه فتنة واحدين كشريوا طيارة افستاش واشنا شنو بغينا نضرب بافستاش بوليزاريو ما كنضرب شنو بغينا نضرب بافستاش كتجي احد اخر احدها كتشري الجيل الخامس اللي مورا افستاش شنو معني شو هذا كتجي لدولة اخرى كتشري صواريخ مضادة امريكية كتجي لدولة اخرى كتشري صواريخ مضادة امريكية كتجي لدولة اخرى كامل بسعد الرواسة وامريكان هذا هذا مكان سبحاني الاخوانات واشتعليكم فيديو فيه تقريبا ثلاثين دقيقة لكن هذا الموضوع هذا السفزني بالسف كنتمنى ان العقول الوعية والمتفتحة ان تسام في النشر دي المعلومات اللي صحيحة ونحيضوا المغالطات ونحيضوا ذلك كن واحد احتيقان كبير بين واحد الفئة من الجزائر وفئة من المغرب علش لانهم تيتبازاوا او كمشيوا على واحد المراجع اللي هما ماشي صحيحة ما تيعرفوش بان التاريخ رأي واحد اخرى بغيس تعرف التاريخ دي المغرب وجزائر ما تقراش لا التاريخ دي المغرب لا تاريخ دي جزائر سير قراب لانجلين سير قراب الفرنسي سير قراب سير عند الاطراك سير شوف الناس الخرين شنو كانوش يهضروا علينا فاتك الحق بق حيت رقع الصحفة كانو الميديا شوف تدخل فرنسي فاش كانو ذاك حرب الريمال كيفاش كانو كمشو عند بنبلاو كانو كمشو عند مغرب وكيبقوا يحقنو هادو هادو بش كينو وضو ستاعة يزيدون وضو ستاعة هذا ما كان الاخوان كان معكم حاتم قناة وكهفو السلام